السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسم بن داووزي العبيدين رئيس جمعية الأولمبي للرياضة بيفاس هذه الرسالة كانوا الجهات المعنية بالأمر والسلطات المحلية والسبب هو السؤال لماذا اغلاق القاعة الرياضية فهذه اللحظة هذه وكل شيء فاتح وكل شيء خدام وكل شيء كما نقول ومدور الحركة واش هاد القاعة الرياضية هي واش هي اللي دايرة كورونا بالعكس مرنا ما اسمعنا شي جمعية خرجت فيها شيء بؤرة المعامل خدامين القاوة ديال الشيشة خدامين المقاهي والمطاعم والأسواق خدام المحلة التجارية خدامين الا الجمعية الرياضية علاش وهذه الجمعية الرياضية راها كتضم واحد جد المدربين ولا تسد مدربين وكل مدرب راها متبوع بأسرة هذيك الأسرة را خصها مصاري باش غاد يتعيش واش دب احنا بالنسبة لنا كمدربين شنو غاد يناكلو احنا سدين من شهر ثلاثة هذا را شهر ثمانية شهر ثمانية هادا مشنو غان ناكلو شنو غان نصرفو على ولداتنا را الناس وصلت الله يجلزكم باخير خذكم تكون في البلد ديالكم هاد الحادث هذا الناس وصلت لين انتحار الناس وصلت الاطلاق ديال ولدات ديالهم طلقو مع عيالتهم علي ترى هاد الازمة هادي الناس وصلت انهم خرجوا من المحلة ديالهم يتشردوا هذا السبب غاي يكون تديل تشرد ديال المدربين را مدربين را شدهم غي الصبر ويقينهم في الله سبحانه وتعالى را مدربين ما كيلقوش ما كي ياكلوا ما كيلقوش ما يصرفوا على ولداتهم ما نبغيوش نسمعوش يمود الريب انتاحر ما نبغيوش نسمعوش يمود الريب تشرد ما نبغيوش نسمعوش يمود الريب كي يسعه في الشارع الحسن الثاني أو في شارع محمد الخامس أو في شارع أي شارع لبالله يجهزكم بخير لما تاخدوا واحد نضراف هذا أنا كان وجهه هذه الرسالة للجهات المعنية والسلطات المحلية والسيد الوالي كنطلب منكم الله يجهزكم بخير تشوفوا واحد نظرة تأخذوا واحد نظرة في جهة هاد الجمعية وهاد الجمعية تراهم كيكونوا ابطال وذاك البطال هرا كي يساهم في رفع الراية ديال الوطن في البطولة العالمية البطولة الاولمبية وهذا كما كنقولو هنتم كمثال هنتم مغيبتك وانضف الألعاب الاولمبية شك collects بطولة ديال الوطن لا شارك فيها شاركو فيها الناس ديال ان تكواندو كمثال هانا ديال العرج رفعات الراية ديال الوطن الألعاب ديال البطولة العالم البطولة بافريقيا شاركو فيها ابطال كيك بوكسينج ابطال ديال طاي بوكسينج خدوى المراتيب الاولى رفعوا الراية ديال الوطن وكونا احنا كنقولو الله الوطن المالك كنحتارمو شعار ديالنا الله الوطن المالك ولهذا الله يجزيكم بخير هذا المدرب هذا راه مدراسة راه قدوة هذا المدرب راه يكونون ابطال راه ينقض الشباب ملين حراف راه يساعد يساعد الاسرة في الابن ديالها ديال الله يجزيكم بخير لما تولي وتغيروا هاد القرار اللي خرج وتشوفوا من ناحية ديال الجمعيات لان هاد الجمعيات كانت متاضرة بان هاد كمثال هاد الناس هادو غد يساعدهم يعطيهم في الوقت هاد كورونا يعطيهم واحد مساعدة ولكن ما خرجت لمساعدة ولو خرج القرار ديال الاغلاق ديال الله يجزيكم بخير ما زال كنقولها وكنكررها لما تراجعوا في القرار ديالكم وتشوفوا من حل هاد وتشوفوا من جيت هاد الجمعيات هادو وهاد الناس ديال هاد الجمعيات هاد المدربين راه ناس متخلقين ناس ربانيين ناس مهدبين راه هم مدارس راه هم كما كنقولو اكاديميات راه هم كيكونوا الابطال إلا كان إلا كانت عندك جمعية في الحي ديالك حسن ما تكون القهوة ديال الشيشة أنا بعدان ما نفضلت كون عندي جيش جمعية ثلاثة جمعيات في الحي ديالي وما تكونش عندي القهوة ديال الشيشة والله يجازيكم بخير لما تتولي وتعودوا تديروا إعادة النظار فاد الجمعيات هاد وشكرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة